بالتأكيد المعارضة البحرينية على الدوام وحتى هذه اللحظة هي تدعو إلى التسويات وهي تدعو إلى التهدئة وهي تدعو إلى أن يكون هناك حل سياسي في البحرين حل سياسي بين العائلة الحاكمة ممثلة في الملك تحديداً مع الشعب البحريني ما يجعلني أتفائل في البحرين بأن الشعب البحريني مصر على مسألتين قد تبدوان بأنهما متناقضتين هو مصر على الإصلاح وهو مصر على المصالح مع العائلة الحاكمة هو لن يتنازل عن مطالبه في الإصلاح وهو مصر على أن يكون هناك تصالح مع العائلة الحاكمة الباب لدى الشعب البحريني لازال مفتوح ويد الشعب البحريني ممدودة إلى التسويات ولكن للأسف الشديد القيادة السياسية في البحرين تسير في مسار آخر ترجمة نانسي قنقر